احباي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برناميكم مدرب حياة مسيحية انا موصود جدا جدا بالتواصل معكم كل اسبوع وموصود بتفاعلكم معانا على الفيسبوك والاسئلة التي بتواصلنا باستمرار على الايميل بنحترم قرائكم جدا فنشوف السؤال بتاع النهاردة السؤال بتاع النهاردة بيقول ايه ازاي اتعامل مع ناس بتبث ليه طاقة غير ايجابية طول الوقت ازاي اتعامل مع ناس بتبث ليه طاقة غير ايجابية طول الوقت سؤال حلو وجميل ومهم جدا ومهم نوع في ازاي اتعامل معاهم الناس دول فين الاول لو الناس دول في الشغل فالافضل ان انا احاول باي طريقة ان انا اروح مكان تاني والمكان تاني اعرف اتعامل فيه مع ناس تاني يبثوا فيها طاقة إيجابية عشان الطاقة الحالة نفسية معادية دائماً باستبرار فأنا مش عايز أتميلي بالطاقة الغير إيجابية اللي موجودة عند الناس دي أو أن أنا لو مضطر اشتغل معاهم فلازم أقبلهم بطاقة إيجابية عالية جداً علشان أنا اللي عاديهم لأن الطاقة تنتقل من إنسان لإنسان حسب القوة بتاعتها فالطاقة العالية هي تنتقل من مكان لمكان فأنا لو مكون الطاقة الإيجابية بتاعتي مثلاً أنا رايح الشغل سبعة تمانية عالى عشرة وهما طاقتهم الغير إيجابية ستة عالى عشرة أنا اللي هديهم أنا اللي عاديهم مش هما اللي هديول دي حتة مهمة لكن نفترض أن الناس دول في البيت عندي هنا بقى السؤال لو صاحب الرسالة أو صاحب الرسالة بتتكلم على ناس معاها في البيت بيدوها طاقة غير إيجابية أنا أتذكر أو كان واحد أو واحدة يتذكر في وقت إن الأوقات كان نفس الناس دول بيدوا طاقة إيجابية مية في المية كان في وقت مش ممكن يكون الشخص التاني بيدي طاقة غير إيجابية 24 ساعة وطول السنين مش ممكن مية في المية في وقت اللوقات كان بيدي طاقة إيجابية إمتى كان بيدي طاقة إيجابية إيه اللي كان بيحصل وقتها أكرر اللي بيحصل أوصل لنفس النتيجة دعوة دي حتة مهمة جدا إمتى كان الشخص ده بيدي طاقة إيجابية وأكرر نفس اللي بيحصل دلوقتي اللي كان بيحصل وقتها أكرر دلوقتي أوصل لنفس النتيجة نمرة اتنين أحاول أنا على قد ما أقدر أبث طاقة إيجابية في البيت مثلا لو كلنا بنسمع مثلا ترنيمة مفرحة أو موسيقى مفرحة أو بنتفرج على فيلم كوميدي أو خارجين نتماشى وساعات الطاقة الإيجابية بنوع أكل جديد بحاجة معينة بيحبها الجميع توصلت لأ إدى طاقة إيجابية في البيت نمرة ثلاثة ألاحظ ممكن أنا أكون سبب غير مباشر في أن الشخص الثاني بيدي هذه الطاقة الغير إيجابية فراعي برضو نفسي أشوف أنا بالنسبالي أنا هل أنا بعمل إيه غلط بيدي خلي الإنسان تاني يديني الطاقة الغير إيجابية فالثالث حاجات دول مهمين جدا ما استناش طول الوقت وفيش حد تاني بيديني طاقة غير إيجابية لأنه بيعديني نخلي الطاقة اللي في البيت طاقة إيجابية على قد ما نقدر ونفكر بنا وبن بعضنا الشخص التاني ده إمتى أو إيه المفروض يحصل عشان تبقى الطاقة بتاعته إيجابية أنا كل إنسان بيعايش مع إنسان تاني بيعارف مفاتيح شخصيته تمام؟ فأنا عرف مفاتيح شخصية الشخص اللي أنا عايش معاه وأبتدأ شوف إيه الحاجات اللي المفروض بتحصل بتخلي طاقة شريكة حياتي إيجابية أولادي طاقة إيجابية وغير الموت بتاع البيت طاقة معدية الحالة النفسية معدية فالحالة النفسية معدية وأنا أخلي جول بيت دايما حالة نفسية إيجابية شيء مهم جدا فمهم إن أنا أراعي زي ما أنا قلت إمتى كانت الطاقة إيجابية عند الشخص ده إيه اللي حصل وقتها أستخدم نفس الطريقة أوصل نفس النتيجة وراعي يمكن أنا أكون السبب في الموضوع ده أغير من نفسي عشان هو كمان يتغير من رد فعله شكرا للسؤال الجميل ده ونشوفكم الحلقة الجديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة